السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرفة جريد فايف لمدرسة القاهرة بالنسبة للدفاق حصة النهاردة احنا اعمل مراجعة شاملة على كلمات الوحدة الاولى احنا الحمد لله سمعنا الحصة اللي فادت الجزء ده الجزء الخاص بالمأكلات والمشروبات انا في الشيط ده جمعت لك كل كلمات الوحدة الاولى احنا خلصنا الجزء ده تسمع خلاص اوكي هبدأ بقى اسمع لك الجزء ده عنده هنا الجزء الى فايل مانجي مانجي امي préfير détستي رانجي اشتري اشتري ادري بوار 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 دي جوني دي جوني دي جوني دي جوني القدوة الفوكابولير ده كمان جيفودري دري بيان اوسي بارجور فوالا شي عنده معناها شي بس دي للشخص العقل يعني عنده عمي عنده خالي عنده جدي شي بيجي بعدها شخص عقل مش مكان شي لما تهم لما تهم لما تهم لما تهم سلما اوهك سل تي بلي فوغواد انوازا اناليمو اناليمو سل بوموفرادو للمودكر و بوموفرادها للمؤنس انوازين اخدنا هنا انوازا وغار انوازين مشروب انوازن 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 بغفغي بغفغي طيب القول اللي بين القسين دي دي عشان التقنيس يعني مفضل بغفغي مفضلة بغفغي باضافة حرف القف الاخر اخر الكلمة طيب بعد كده عندي بعد ابغي ابغي مستعد او جاهز بغي والقول انتر برانتز دي قولنا عشان ايه عشان التقنيس يعني لو عايز اقول مستعدة او جاهزة يبقى بغت باضافة حرف القف نهاية الكلمة. بعد كده عندي اتنين اكزامبل على تصريفات افعال المجموعة الاولى. اللي بتكون منتهية بالاقر. عندي فيغ بامي جم. جم. انا حسألك فيه ازاي? قل لك قل لتصريف امي مع ايل. قل لتصريف امي مع جو. قل لتصريف امي مع فو. باللخ بطيطة كده. جم. جم. تويم. طيب عندي كمان فيغ بمانجي. جمانج. تو مانج. ال ال ان مانج. نو مانجو. المانج. المانج. تمام? الفيرب ده اخلي بالي من الضمير نو. اخد حرف ا زيادة قبل النهاية ال ان اس الطبيعية بتاعت الضمير نو لحفاظا على النطق او لسلامة النطق. عشان ما تكونش مانجو. زودنا حرف ال ا عشان يخليه الجي معطشة تبقى الجه. طيب. بعد كده عندي الافعال دي افعال مجموعة تالتة. مش مجموعة اولى يعني. فانت هتحفظ تصريفاتها زي ما هي جو برا. تو برا. تلبرا. ا fucker. الله امك. نو برونا. لو برونا. فإل برا؟ او برا؟ ال برا؟ نو بوو. Athم مره ده. وعايزكوا تركزوا في ده عشان مش عارفة بيتنسي ليه آخر جزء في الحفظ ثلاث أدوات الاستفهام دور عندي كم للعدد والدو ممكن تتكتب دو والدو ممكن تبقى دو بصخ بالضبط زي في الإنجليش ها وميني شوف انت بتستخدم ها وميني للسؤال عن العدد ازاي ها بالضبط طيب للسؤال عن المشروب المفضل بقول كال بواسون كال بواسون طيب للسؤال عن ما او ماذا او للسؤال زي كلمة what in English بنقول ك او كسك اللي اتنين معناهم ما او ماذا جزء الحفظ تشد حيلك فيه دي مراجعة كاملة على جميع كلمات الوحدة الاولى واحنا الحمد لله كنا مسمعين جزء منها قبل كده بالنسبة بقى للدفوغ اللي هنحلوا ونبعتوا على جروبي بتليجريم عندي هنا في بوجه كانت صفحة 15 هنحل الاكسرسيز اللي تحت ده فقط ده اول جزء بعد كده هنحل الجزء ده رقم 9 في صفحة 16 التصريفات الافعال تمام؟ بعد كده هنحل في صفحة 17 صفحة 17 هنحل الاسئلة دي اللي هي شوزي رقم 11 نحل الاسئلة دي يبقى عندك فقرة واثنين وثلاثة في ثلاث صفحات مختلفة يلا اتمنى لكم التوافق جميعا وقالكم يخصيبوا كوء ياوغي فواغ اشتركوا في القناة